أهلاً ومرحباً بكم في برنامج آل وزمان معاكم حبيبة فؤاد في برنامج آل وزمان آل وزمان في مثل من الأمثال الآل وزمان دي بتتكلم الأول عن الأمثال الأمثال دي اللي بنقولها كلنا ومش عارفين معناها الأمثال دي اللي ورصناها عن الأجل لسبقتنا وكل مثل بيبقى ليه حكاية وكل مثل ليه أصل وأصل الأمثال هنعرفه في آل وزمان قالوا الزمان معانا في أول مثل جوحة أولى بلحم تورو المثل دوت كثته جميلة جدا وبرضو فيه يعني مش كل الناس عارفة كث الأمثال الحقيقية إيه إحنا مجرد بنقولها بس بنقولها لكن مش عارفين معاناها وأول مثل هو إيه بقى جوحة أولى بلحم تورو المثل دوت بيرجع لجوحة لما دعا جرانه وقال لهم أنه هم يأكلوا من لحم صورو كان عزمهم يعني على لحم صورو كده وطلب منهم الجلوس في صف واحد أنه هم يقعدوا كلهم في صف واحد وعد عليهم واحد واحد وأول واحد من اللي كانوا موجودين في الصف دول كان الشيخ فبصلوا كده وقالوا أنه مش هيقدر يهدم لحم التور لو كانوا مش هيقدر يهدموا وطاني واحد كان المريد قالوا أن لحم التور هيمرده أكتر ما هو مريد أصلا وثالث واحد كان اللي هو القوي قالوا أنت تقدر تستحمل لغاية لما كل فقرة يأكلوا وبعد كده عدى للتاني والثالث وعدى للسامين قالوا أنت أصلا مش بحاجة للأكل أنت لو كلت الأكل ده هيسمينك أكتر لو كلت لحم التور هيسمينك أكتر فعد عليهم واحد واحد وقال لكل واحد أنت مش هينفع وأنت مش هينفع وفي النهاية قال لهم ينصرفوا لأن جوحة أولى بلحمة وره فالرجل دوت بعد ما دعاهم وقال لهم يلا عشان هتاكلوا الكلام دوت قال لهم لأ جوحة أولى بلحمة وره فالرجل دوت طلع أصلا زي ما بنقول كده في المثل كدب كدب القبل وكدب كدب القبل دي برضو حكاية تانية خالص لها برضو قصة وحكاية كل الأمثال اللي احنا بنقولها وكل مثل معنا في قال وزمان بيبقى ليه قصة وحكاية وكدب كدب القبل ده زي جوحة كده بيقول المثل بقى أصله ايه ده التعبير أصلا بنوصفه لمن يعني احنا لما بنقول لحد انت كدب كدب القبل بنقوله للشخص اللي بيبقى كدب جدا ومن كتر الكدب بنقوله انت ايه أخي ده انت كدب كدب القبل وبيرجع المثل دوت برضو لأيام البدو من زمان جدا لما كانوا بيمشوا بالقبل بتاعتهم في الصحرة وكده فكانت القبل بتحرك راسها يمين وشمال يمين وشمال فهم افتكروا ان مثلا القبل لقت أكل في الصحرة لقت حاجة يعني مش معقول يبقى في الصحرة فيه أكل فهم مش عارفين القبل بتحرك بقها ليه هل هي فعلا لقت أكل؟ طب هي بتعمل كده ليه؟ فبقوا يبصوا يمين وشمال هم عايزين يعرفوا هي بتاكل ايه او لقت ايه في الصحرة عشان تاكلوا أصلا فبعد كده اكتشفوا أصلا ان هي ما بتاكلش حاجة ان هي بس مجرد بتحرك بقها فرجعوا بقى بعد ما عارفوا بقى يقولوا الشخص قالوا يعني القبل كدبت عليهم فبقى يقولوا للشخص يا يا أخي ده انت كدب كدب القبل لما يبقى شخص بيجدب جدا زي جوحة كده ولما عزم الناس وقال لهم جوحة وفي الآخر قال لهم جوحة قولة بلحمة وره نيجي بقى للقصة ديت برضو من ضمن الأمثال احنا بنقول أصلا الأمثال دي كل الناس بتقولها وكل حد يقوله يقول مثل كذا وكذا وكذا احنا مش عارفين أصلها فبرضو من ضمن الأمثال اللي هنتعرف على أصلها النهار ده فقاله زمان عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة المثل ده بنقوله امتى؟ لما الواحد يبقى مثلا مش راضي باللي معاه أو الكلام دوت فبنقوله ايه عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة والمثل دوت برضو ليه قصة؟ ليه حكايات كتير بس الحكاية اللي هي معروفة بيه جدا أنه هو كان فيه واحد في ايده عصفور وماشي فرحان بيه جدا وكذا فلقى شجرة فالشجرة دي كان عليها عصفير كتير جدا يعني ألاف العصفير فطمع فيهم وتلعى الشجرة عشان في ظنه وفي دماغه أنه هو هيقدر ياخد كذا عصفور يعني اللي يقدر يجمعه هياخده وحصل ايه بقى؟ أول لما طلع من الشجرة وأول لما قرب عليها قبل ما يقرب عليها أصلا رمى العصفور اللي كان في ايده ومرضيش بيه فأول لما قرب على الشجرة كل العصفير طارت ولا طلده ولا طلده ولا خد العصفور اللي في ايده هو أصلا كان معاه ولا قدر ياخد العصفير اللي على الشجرة لأن هي أصلا طارت أول لما هو قرب من الشجرة والمثل ده بيتقال كتير جدا للشخص اللي طول الوقت بيتمع في الحاجة ومش مقتنع باللي ربنا ادهوله فعشان كده لازم نقتنع باللي ربنا ادهولنا ولازم نردى باللي معانا ونردى باللي ربنا كتبهولنا فعشان كده كنا بنقول لأي شخص مش راضي باللي معاه ومش راضي باللي ربنا ادهوله عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة ولازم كلنا برضو نعمل بالمثل دوت ونعمل زي نردى باللي ربنا ادهولنا ونردى باللي ربنا ادهولنا عشان لو مردناش ولا هناخد حق ولا هنبقى خدنا اللي ربنا ادهولنا ولا هنبقى زي المثل ده بالزبط ولا طال العصفور اللي في ايده اللي ربنا كان ادهوله بيه ولا خد العصفير التاني برضو هنيجي المثل تاني برضو احنا أمثلنا النهاردة يعني كلها في آل وزمان في آل وزمان أصل الأمثال أصلا فهنقول تاني مثل بيقول إيه بقى دخول الحمام مش زي خروجه والمثل ده احنا بنقوله كتير جدا لما يجي مثلا حد بنقوله عاملين معاه موقف بنقوله هو دخول الحمام مش زي خروجه فالمثل ده بقى ليه حكاية حكايته إيه الكثة بتقول إن فيه شخص فتح حمام تركي وعمل إعلان إنه هو الدخول للحمام ده مجاني وأي شخص هيخش الحمام ده هيخشه مجاني والناس طبعا كلها قرت الإعلان ده ودخلت وراحت الحمام ده عشان تشوف إيه الحمام التركي وإيه المواصفات والمميزات اللي الشخص ده كتبقى فيه وإنه هو غير كده وكده إنه هو أصلا مجاني فالناس راحت بالفعل وأول لما راحوا ووصلوا الراجل طبعا احتجز هدومهم ودخلهم الحمام ودخلوا عشان يشوفوا الحمام أول لما جم يطلعوا الراجل قال لهم مش هيدديه الشخص ده اللي فتح الحمام التركي قال لهم مش هيدديهم الهدوم غير بمقابل مد قالوا إزاي طب ما انت قايل لنا إن دخول الحمام أصلا مجاني يعني أنت عامل له افتتاح مجاني قال لهم لأ ما هو دخول الحمام مش زي خروج فبرضو ده ممكن نقول عليك كده بكتب القبل نيجي برضو لمثل بيقول شايل طاجن ستك ليه وده بنقوله بقى للناس اللي هي بتبقى زعلانة الناس اللي هي بتبقى قاعدة كئيبة كده ومنطوية لوحدها بنقول لهم أنتوا شايلين طاجن ستكو ليه ويقال إن المثل دوت أصلا أصدع للستات الكبيرة اللي هي أصلا ما بيعجبهاش حاجة الجدات وكده اللي ما بيعجبهمش أصلا حاجة مهما عملنا لهم ومهما قلنا لهم ما بيعهم مش عاجبهم حاجة وشمعنا بقى قالو يعني شمعنا قالوش هي لطاجن ستك ليه شمعنا لطاجن يعني شمعنا مش حاجة تانية عشان في الوقت دوت لطاجن كان من أغلى أغلى الحاجات اللي بيتعامل فيها كل الأكل وأشهى الأكل اللذيذ وأفخم الأكل كان بيتعامل في لطاجن دوت فكانت البنت أو الست بتقف وتعمل طول اليوم تقعد تعمل في الطاجن دوت في الأكل وتحطه في الطاجن وبتشيله وبتروح به للستات الكبيرة والجدات وكده فكان برضو ما بيعجبهمش ولا كان بيعجبهم أي حاجة مهما الستة عملت ومهما البنت عملت ما كانش بيعجبهم أي حاجة وكانوا برضو ولا كأنها عملت حاجة ولا كأنها وقفت طول اليوم ولا كأنها عملت أي حاجة فالطاجن بقى مثال للشقم والحزن والكآبة فأي حد بقى إينا نشوفه زعلان أو بيعمل حاجة ما بتتقدرش أو زعلان أو كئيب أو منطوي كده نقوله شايل طاجن ستة كليل فهي دي قصة شايل طاجن ستة كليل اللي كلنا بنقولها وأكيد معظم الأمثال دي والمثل دوت برضو معظم اللي بيسمعنا دلوقتي ما كانش يعرفها في مثل تاني بقى بيقول يعيب الشوم يعيب الشوم ده لي كل صامعي أنا شخصيا يعني بيروى المثل دوت في المثل الشعبي ده إنه كان في بنت جميلة جدا وكانت قاعدة من البدو فكانت في الصحراء بتلعب وكده وكانت لابسة فستان أبيض فكان فيه ظهرة كده وردة جميلة جدا في الصحراء ديت كان اسمها الشوم الوردة ديت حلوة جدا بس هي بتطلع يعني بتطلع بتفرز لون كده على الجسم وعلى الملابس وعلى الجلد فالبنت دي ما كانتش تعرف وكانت قاعدة بتلعب بيها وكانت قاعدة بتلعب بيها وما كانتش تعرف يعني إن الوردة ديت أصلا بتفرز حاجة فوهي بتلعب بالوردة والفستان هابيت جميل وكده بتبص لقت الفستان كله بقى ألوان وكده فراحت قالت يا عيب الشوم فبس سيدي كانت قصة المثال ديت والبنت كانت بهدلت طبعا من الألوان كانتش تعرف الوردة ديت والوردة ديت هي فعلا جميلة بس فيها عيب إن هي بتفرز ألوان على الهدوم ودي كانت قصة المثال يا عيب الشوم وهنطلع فاصل ونرجعتين شكرا للمشاهدة ورجعنا لكم في آل وزمان ولسه مكملين الأمثال وأصل الأمثال والحكايات وإيه أصل الأمثال أصلا وبنقول على كل مثل وإيه أصله وإيه حكايته ومعنا دلوقتي بردو مثل بيقول أو إحنا كلنا بنقوله بس ما نعرفش أصلا أصله إيه اللي ما يعرفش يقول عكس ترجع كسة المثال ديت لواحد في يوم من الأيام لس سرق دخل مكان وكان بيسرق فيه مطجر غلال كان بيسرق منه وكده فجي صاحب المحل بالصدفة وشافه طبعا جري جدا وهو بيجري صاحب المحل عمالي ينادي طبعا ويقول حرامي وكده عشان الناس تيجي وتشوف فالناس كلها تلمت ومنحظ الحرامي دوت وهو بيجري وقع ووقع في شوال عكس فالناس قال له حرام عليك ليه أنت ظالم ليه أنت بتظلم الراجل دوت يعني هو كان جعان وعايز ياخد عكس ليه أنت بتقول عليه بيسرق من مطجرك وليه اتهمته بالسرقة وإن هو لسه قال لهم قامهم اللي ما يعرفش يقول عكس فبرضو المثل دوت قصته هي دي قصته الأصلية وهو ده معناه اللي احنا طبعا بنقوله على طول بس هو فعلا ساعات بنشوف ناس وبنظن فيهم خير وهم أصلا ما بيبقوش ما بيبقوش زي ما احنا شايفينهم ما بيبقوش زي ما احنا معتقدينهم هو بيبقى من جوانا احنا نبع مننا احنا عشان طيبة مثلا زي ما بنقول طيبة زيادة هابل ناس بتسميها هابل كده فبنظن في الشخص ده حاجة وهو بيبقى حاجة تانية خالص زي الحرامي دوت هو أصلا كان بيسرق حاجة الناس ظنت فيه خير عشان هما فيهم خير عشان هما أصلا من جوانا فيهم خير فالمثل دوت برضو احنا كنا بنقوله وبردو مش عارفين أصله ايه ولا حكايته ايه فيه برضو مثل بيقول القشة اللي قطمت ضهر البعير المثل دوت برضو لحكاية احنا كل الأمثال لها حكاية احنا ما كناش نعرفها فاحنا من دلوقتي من برنامج قاله زمان هنبتدي نعرفها وزي ما قلنا كده الأمثال كل مثل لها حكاية وكل الأمثال اللي بنقولها لها حكاية واي حاجة في الدنيا عمتا لها حكاية مش الأمثال بس أي حاجة في الدنيا بيبقى لها حكاية وبيبقى لها قصة وليها قصة القشة اللي قطمت ضهر البعير دي ايه برضو يحكي أنه كان فيه جمال بيحملوا يعني فيه جمال بيحملوا عليها حاجات بيبقوا ناس مسافرين بيها بيسافروا بيها مسافات طويلة الكلام دوت فكانوا بيشير يعني بيحطوا عليها حمل زيادة حطوا حاجاته كتير 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 جدا والجمال يعني مستحملوا وعمالين يحطوا زيادة 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 فجم يحطوا أشا الجمال أول لما شاف الأشا دي بس يعني حطوا حاجة بحجم أشا يعني حاجة صغيرة جدا بالنسبة للأصلا هو الجمال شايله كله مش حاجة فجم عشان يحطوا حاجة بحجم الأشا ما تذكرش أصلا الجمال وقع وخلاص ما قادرش يقوم تاني فالمثل دوت برضو ممكن ناخد منه عايزة هو أصلا مأبيق يعني بيتقال عشان ما نحملش الواحد فوق طاقته يعني الواحد بيستحمل كتير وبيستحمل 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 لكن ممكن حاجة صغيرة جدا يعني خلاص اللي هو طاقته مدهره خلاص ما يقدرش يستحمل حاجة تانية حتى لو صغيرة جدا يعني لما الواحد بيستحمل يستحمل 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 بيبقى عليه ترقومات كتيرة جدا لو جات حاجة صغيرة ممكن خلاص مش هيكمل لأن ده يعني هو تحمل فوق طاقته فمش يقدر يستحمل حاجة تانية حتى لو بحجم الأشا ونيجي بردو كنا بنقول في جوحة أولى بلحم تورو نتعلم ايه بردو من المثل دوت نتعلم في قصة جوحة أولى بلحم تورو إن احنا يعني هو في المثل دوت بعد ما عزمهم وقال لهم تعالوا وكلام دوت قال لهم جوحة أولى بلحم تورو طب في ناس كده بردو يعني في ناس كده ممكن تقول للواحد أنا هعمل معاك وهعمل معاك وهعمل معاك وفي الآخر خالص ولا بتعمل أي حاجة أصلا طب ليه الأشخاص دي أصلا بتعمل كده ولا ليه يمكن عشان الطيبة الزيادة بتبقى في الشخص اللي قدامهم فمش عارفة يعني كل واحد بيعمل كده يريد ما يعملش كده لأن مش هيستفاد حاجة يعني هو مثلا برضو هدي مثال على القصة ديت أو المثل دوت جوحة أولى بلحم تورو لما قال لهم جوحة أولى بلحم تورو طب هو أنت ليه أصلا عزمتهم من الأول ولا أنت ليه أصلا جبتهم من الأول فدي فياريت ما حدش يعمل كده برضو في مثل كدب كدب القبل في ناس كتيرة جدا يعني على طول بتجدب والمثل دوت أصلا قصته بتتكلم عن يعني هما خدوها من الجمل يعني قالوا ده أنت كدب كدب القبل وبقنا كلنا نقولها فكدب كدب القبل دي أنت ليه بتجدب يعني ليه الناس بتجدب على بعضها ليه يعني ليه كل الناس بتجدب فأي حاجة ممكن يعني أكيد ربنا شايف كل ده يعني كل واحد معروف هو بيعمل إيه والشخص اللي قدامك مش غابل درجة أنه هو ما يعرفش أنت بتقول إيه ولا بتعمل إيه أكيد هو عارف بس وعارف أن أنت بتجدب في الأحاجات ديت بس أنت هو يعني محبة زيادة أو عارف وساكت عشان مش خايف على زعلك وبرده في مثل بيقول عصفورهم في اليد خيرهم من ألف على الشجرة المثل دوت اللي قلنا قصته برضو إحنا ليه كل واحد مش مكتنع باللي ربنا مديهوله ليه مش مكتنعين باللي ربنا مديهولنا وقسمهولنا ليه دايما بصين لغيرنا ليه دايما بصين إن شمعنا ده معي وشمعنا دي معيها وشمعنا مش معي أنا كذا ليه ما بنقولش الحمد لله ليه يعني هو المفروض يعني المثل دوت برضو بيديك عزة وعبرة إن إردى باللي ربنا كاتبهولك إردى باللي ربنا قسمه يعني إحنا المثل دوت بنقوله لما حد بيبقى طماعة جدا أو مش مكتنع باللي ربنا مديهوله فبنقوله عصفوره من في اليد خيره من ألف على الشجر فلازم كلنا نبقى مكتنعين باللي ربنا مديهولنا وطالما ربنا مدينا حاجة وقسم لنا حاجة فهو مدينا اللي إحنا نستحقه ولو ردينا باللي ربنا قسمهولنا أكيد هيددينا أحسن وأحسن وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا قاله زمان كانت حلقة كده خفيفة يارب بتكون عجبتكم ويارب بتكون استفدتوا حاجة وعرفتوا الأمثال ويارب بتكون حلقة خفيفة كده عليكم وشكرني